اهلا بكم مشاهدين الى اخبار الاسبوع في ملفه الاول وبائيا طبعا حيث وصل المنحن الوبائي في الاردن تزيل معدلات مرتفعة في الاسباع الماضية بارقام وصفت بالقياسية وزارة الصحة قالت ان المنحن الوبائي في الاردن يتعرض لضغط اوضحت ان عدد الدخولات للمستشفيات اكبر من حالات الخروج وهذا يؤدي الى ضغوط على المنظومة الصحية ايضا اما الحكومة فقد كانت اكدت بانه من الممكن اعادة النظر بالقرارات المتخذة للحد من فيروس كورونا الاخذ بالانتشار في مختلف محافظات المملكة فيما ابدأ نطق باسم الحكومة تخوفه من استمرار ارتفاع المنحن الوبائي في المملكة الذي يوصف بالخطير الان مشاهدين احنا اكثر حول الوضع الوبائي ومستجدات وتطورات الوضع الوبائي في المملكة رحب بضيفي حول هذا المنضوع الدكتور فراس الهواري رئيس المركز الوطني اهلا وسهلا بك عبر برنامج اخبار الاسبوع دكتور سوف ابدأ معك اليوم من تطورات الوضع الوبائي وحصيلة الوفيات سبعة وثمانين وفاة رحمهم الله اليوم سجلت في المملكة نتحدث عن والملاحظ ارتفاع تدريجي باعداد الوفيات في المملكة هل هذا امر طبيعي نسبة لارتفاع الكبير في اعداد الاصابات مساء الخير استاذ طارق لكم ولجميع المشاهدين بالتأكيد ما نشهد اليوم من ارتفاع في ارقام الوفيات هو يعكس الارتفاع الذي حدث في عدد الحالات فغالبا ما تتأخر ارقام الوفيات بالارتفاع عن ارتفاع عدد الحالات بحوالي اسبوعين فما نرى اليوم سيستمر في الايام القادمة الى ان يبدأ المنحنى الوبائي بالخفاض وهناك مؤشرات اليوم بغضم من زيادة اعداد الحالات في الايام السابقة لان هناك اليوم مؤشرات تدعونا الى التفاؤل الحذر وهي اولا ثبات نسب الفحوص الايجابية دون العشرين بالمئة على غضم من انخفاض اعداد الفحوصات التي تم اجراءها وهذا شيء يدعو الى التفاؤل الحذر وايضا انخفاض نسب اعداد الحالات التي تسجل يوميا فعندما تنخفض بهذه الدرجة الى خمس الاف اليوم هذا يعني اننا قد نكون وصلنا الى الذروة لكن ذلك لا يعني على الاطلاق التراخي لاننا يجب ان نغادر هذه المنطقة منطقة الذروة باسرع وقت والسبب انه ستسبب في دخول اعداد مستمرة مرتفعة الى المستشفيات وهو الامر الذي يجب ان نتجنبه ونحاول الاقلال منه في اسرع وقت ممكن يعني افهم دكتور فراس انه يعني حصيلة الاصابات او نسب الاصابات نسبة لعدد الفحوصات النسب الإيجابية تحدث ثبات خلال الاخر ايام او ثلاث ايام او الاربع ايام الاخيرة تدعو الى تفاؤل نسبي ام نتحدث اليوم عن تفاؤل مبكر الدكتور كون هذا الفيروس كما قلنا سابقا يعني هو وباء المفاجآت حتى هذه اللحظة صحيح هو وباء المفاجآت ولكن ايضا علينا ان ننظر الى الارقام دائما ونحاول ان نحللها حتى وان كان هو شيء صحيح هذا لا يعني اننا خرجنا من دائرة الخطر او الضغط الشديد على المنحنة الوبائي لكن دائما يجب ان نتساءل اين نحن ضمن هذا المنحنة فاليوم قد نكون وصلنا الى الذروة وامل اننا وصلنا الى الذروة واننا سنبدأ بالانخفاض التجريجي لكن هذا كله يعتمد في النهاية على استمرار الالتزام الشديد في جميع الاجراءات التي وضعت طيب دكتور فراس بالعودة الى موضوع الوفيات هل لمستم من متابعتك ارتفاع في اعداد الوفيات بالنسبة للفئات العمرية لم تكن تتعرض للوفاة بسبب مباشر من قبل فيروس كورونا ام نتحدث ان اعمار الفئات العمرية للوفيات ما تزال كما هي بحسب متابعتك هي لا تزال كما هي ومن المبكر نحتاج الى اعداد اكبر لتحليل اعداد اكبر بكثير من ذلك حتى نتأكد اذا كان هناك تغيير على نمط الاصابة ونمط حدوث الوفيات بغض النظر كل وفاة هي وفاة عزيزة ويجب ان نحاول ان نتجنبها قدر الان كان ان شاء الله طيب دكتور فراس ننتقل الان الى بعض الحلول والخيارات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع الحالة الوبائية حدثنا سابقا انه يعني الكل غير راغب بسيناريو الحظر الشامي الحكومة قطاعات بل من قبل حتى المواطنين اليوم طيب لو اتجهنا لعدد من الخيارات لمكافحة الوضع الوبائي في المملكة البعض بات يطرح خلال اليومين الماضيين موضوع تحويل المستشفيات او عفوا تحويل المدارس تحديدا الى مستشفيات ميدانية لاستقبال الحالات الخفيفة والمتوسطة هذا الخيار دكتور هل تدعمه هل هذا خيار صحي منطقي قابل للتعامل مع وباء بهذا الشكل الدول العالم عندما وقعت تحت ضغط كبير قامت بتحويل منشآت الى مستشفيات وملاعب رياضية الى مستشفيات وفنادق الى مستشفيات يمكن لم نصل بعد الى هذه المرحلة حقيقة وانا بعتقد التحدي الاكبر لن يكون في توفير الاماكن وانما في توفير الكوادر فحتى وان فتحنا هذه الاماكن دائما سيكون التحدي بالكوادر اليوم نرى العديد من المرضى يتم علاجهم في المنازل انا بعتقد هذا اجراء ايضا موفق اجراء جيد بشرط ان نركز على امور واسمح لي ان اوجه هذه الرسالة من خلالكم اليوم فضل الى كل المرضى الذين يتم علاجهم في المنازل لا مانع من هذا العلاج بشرط اذا تم نزول الاكسجين عن ال94% يجب ان نبدأ باخذ الكورتزون وهو البريدنزلون بعيار 40 ميلي جرام مرتين في اليوم او دكساميثازون 6 ميلي جرام 6 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم ولا مانع في الاشخاص اللي اعمارهم ايضا متقدمة ويعانون من امراض مزمنة ان يضيفوا الى ذلك ما نسميه بالبيبي اسبرين وهو عيار 81 ميلي جرام يوميا ايضا نضيف الاكسجين اذا ما نزل الاكسجين عندنا عن التسعين في المئة نبدأ باستعمال الاكسجين بشرط هذه الامور الثلاث اليوم مثبت نجاحها نلتزم بها اليوم بشرط اننا اذا شعرنا بضيق التنفس او بدأ الاكسجين بالنزول على الضغم من استعمالنا للأكسجين ان لا نتأخر بالذهاب الى المستشفيات هذه الادوية هي فقط الادوية التي ثبت نجاحها لا يوجد اي دليل على الزنك لا يوجد دليل على الفيتامين سي الفيتامين دي مفيد فقط اذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين دي فبالتالي ايضا المضادات الحيوية لا يجب ان نبدأ باستعمالها بشكل اوتوماتيكي كوننا نعاني من هذا المرض هذه بعض النصائح لمن يتم علاج اليوم في المنزل وهي نصائح مهمة الكورتزون هو علاج قد يساهم في انقاذ الحياة بشكل كبير لا نتردد باستخدامه حتى نمدع من الوصول الى المستشفيات بشكل مبكر جدا طيب دكتور بالعوضة الى الحالة الوبائية وتحديدا ما يحدث ومتوقع ان تكون هناك خيارات من قبل الحكومة للتعامل مع الوضع الوبائي اليوم الكل يتجه كما تحدثنا سابقا دكتور الى خيارات بزيادة السعة والترسان الصحية لدى الدولة لمكافحة فيروس كورونا هل هذا يعني ان خيارات قد تكون صعبة مثل الحظر الشام الاصبحت بعيدة اليوم في ظل كما قلت اننا قد نكون وصلنا الضروة وقد نكون بدأنا بحالة الثبات ومستقبل ان شاء الله الانخفاض التدريجي ان شاء الله بالتأكيد طالما القطاع الصحي قادر على استيعاب الحالات هذا اليوم هو الفيصل في القرار اذا نذهب الى حظر شامل او ان لا نذهب الى الحظر الشامل فاذا استطعنا ان نوفر الاماكن والكوادر بحيث تكون الرعاية الصحية امنة وفعالة اذا هذا يسمح لنا اليوم بالاستمرار ولكن هناك ايضا مطلب ضروري جدا ونصيحة ضرورية جدا يجب ان يكون هناك كفاءة في عملية تنظيم دخول وخروج المرضى بحيث ان لا يبقى المرضى لفترات طويلة في المستشفيات فيجب ان يكون هناك تخطيطا لعملية خروج المرضى من المستشفيات منذ اليوم الاول للدخول ووضع المؤشرات او المحددات التي تسمح لنا باخراج المرضى حتى ولو كانوا على كميات قليلة من الاكسجين الى البيوت فبادام اليوم سمحنا بعلاج المرضى في المنازل ايضا لا مانع من اكمال هذا العلاج في المنازل اذا كان كل ما يطلب الشخص هو ارقام بسيطة من الاكسجين واستكمال العلاج والحالة كانت مستقظة ونستطيع ان نتابع هؤلاء المرضى اما عن طريق الاتصال او الزيارات البسيطة جدا في المنازل هذا سيعطينا حقيقة دعم كبير لتوفير الاسغة والاماكن بشكل اريح لنستوعب اعداد اكبر من المرضى طيب تكتور في الاسقراء اليوم في الاجاز القادم من قبل وزارة الصحة فيما تعلق بحصيلة الاصابات تتحدث اليوم عن وجود 94 الف حالة نشطة لمصابين في المملكة حاليا هذا الرقم ماذا يعني هل هو خطير هو رقم كبير علينا ان نتذكر ان كل حالة تستطيع ان تنقل العدوى الى ثلاثة اشخاص بالتالي نتأمل من هؤلاء جميعا الالتزام الالتزام في داخل المنازل حتى مع العائلة وان يأخذوا الامر بمحمل الجد لانه باستطاعتهم هم ان يغيروا الحالة الوبائية بالاردن اذا التزموا وباستطاعتهم ان يريحوا الكوادر الصحية ويخفف الضغط على المستشفىات اما عدم الالتزام يعني الزيادة المضطردة بالحالات لا سمح الله وان نكون في وضع اسوأ بكثير طيب دكتور البحوث مستمرة حتى في اللحظة على ما يسمى بالسلالات الجديدة اليوم بات معروف ان ما ينتشر في المملكة وفي العاصم عمام بالتحديد هي السلالة البريطانية حتى هذه اللحظة هل ثبت ان هذه السلالة اثرت بشكل مباشر على نسب الدخول الى المستشفيات وعلى حالات الوفاة بالتحديد ايضا دكتور نعم اليوم هناك ادلة واضحة ان هذه السلالة هي اكثر انتشارا واكثر فتكا وتسببت بوفايات اكثر قلنا منذ بدء ظهور هذه السلالة علينا ان ننتظر التحليل الوارد من الاماكن التي ظهرت في هذه السلالة فاليوم هذه السلالة من الواضح انها تسببت بوفايات اعلى وايضا يبدو المؤشرات انها بدأت تصيب الاعمار الاقل من السلالة السابقة هذا اليوم يبقى مطروحا للمزيد من الدراسة لكن بالتأكيد هذه السلالات التي تظهر لا يمكن النجاح في التعامل معها الا بواسطة المطاعم طيب واسطة المطاعم دكتور هل ثبت ايضا ان المطاعم اليوم كلها الموجودة في السوق حاليا والتي تستوردها كل الدول تقاوم بشكل مباشر هذه السلالات ليس فقط السلالة البريطانية لدينا السلالة البرازيلية جنوب افريقية واليوم يتحدثون عن سلالة فرنسية السلالة الفرنسية من المبكر الحديث عنها ظهرت حديثا لكن بالتأكيد سلالة جنوب افريقيا تم الاعلان ان لقاح استرزينيكا اليوم ضعيف التأثير عليها على الاقل على منح الحالات البسيطة والمتوسطة فلذلك هذه السلالة اليوم هي سلالة نعتبرها اكثر خطورة اما فيما يتعلق باللقاحات الاخرى فهي لا تزال فعالة وامنة ولابد ان نشير اليوم من خلال كل التقارير التي ظهرت ان حرب اللقاحات ستستعر اكثر واكثر واصبح لدينا واضحا ما حدث في الاسبوع الماضي في الاتحاد الاوروبي ومنع لقاح استرزينيكا واليوم التهديد بمنع تصديره مع انه في الاسبوع الماضي كان الاشارة انه غير آمن اليوم التهديد بمنع تصديره إشارة واضحة لما حدث في الأسبوع الماضي وتبرير لما حدث في الأسبوع الماضي فهذا اللقاح فعال وآمن واليوم تحاول أوروبا أن تحجز لمواطنيها قبل أن تسمح بتصديره إلى الدول الأخرى فنتمنى اليوم من جميع مواطنين أن يكونوا مطمئنين وأن يقبلوا على أخذ اللقاحات لأنها السبيل الوحيد لأن نستعيد حياتنا بشكل طبيعي أشكرك جزيل الشكر دكتور فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبية أشكرك على كل هذه التفاصيل المعلومات أعطيك ألفع فيه